بيس بي أبونيو هالو دير ستودنس from the first year of industrial technical school أهلا وسهلا طلابي الأعزاء طلبة وطالبات الصف الأول السنوي من التعليم الصناعي أهلا وحضركم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الإنجليزية طبعا النهاردة الناس اللي متابع معنا كان المرة الفاتت أخذنا يونت 7 المرة دي إن شاء الله كان بس فيه حاجة بسيطة ما خدناهش بس إن شاء الله هنغطيها النهاردة بسبب الوقت النهاردة هناخد يونت 8 طبعا يونت 8 مميز عن باقي الوحدات لأنه هو طبعا خاص بالماس شوية فيه طبعا هناخد مساء الحسابية ورموز الحسابية بالإنجليزي حلقة جميلة جدا جدا هتبقى مفيدة لكم ومعلومات جميلة جدا عشان نتعلم إزاي نقرأ الأرقام الكبيرة ونتعلم إزاي إيه هي معاني الرموز الحسابية أوكي I want you to be ready جاهزين يلا تفضلوا معاين نبدأ طبعا زي العادة بأهداف الدرس بتاعنا طبعا الوحدة يونت 8 ميجرمنت أجين وميجرمنت زي ما قلت معناها القياسات طيب خاصة بإيه كده زي ما قلنا خاصة بالكالكوليشنز كالكوليشنز يعني الحسابات والقياسات وهنتكلم إزاي نتكلم على الاريا وقراءة الاريا المساحة and volume volume يعني الحجم طبعا أهداف الدرس بتاعنا زي ما قلت طبعا how to describe dimensions إزاي هنوصف أبعاد المادة and calculations الحسابات بس طبعا ما تحسبوش لده درس ماس إحنا هناخدها من منطلق دي لغة بس هنعرف طبعا معاني المصطلحات دي كلها وطبعا هناخد vocabulary vocabulary يعني كلمات related to area يعني تخص المساحة و volume والحجم زي مثلا square kilometers يعني كيلومتر مربع و cubic kilometers يعني أو cubic meters يعني متر مكعب وهناخد functions و بعض sums يعني العمليات الحسابية اللي فيها add يعني جامع multiply و زي كلمة مثلا plus يعني زائد وطبعا هناخد باقي المصطلحات التانية بالتفصيل الجرامر بتاعنا النهاردة هنتكلم على structure يعني how to form structures using by in dimensions الأبعاد يعني مثلا هنقول two by two by three مثلا يعني اتنين في اتنين في تلاتة باي هنا معناها فيه في عملية multiplication how to multiply يعني نضرب مثلا with the volume is وما نتكلم مثلا نقرأ الحجم نقول مثلا this is fifteen cubic meters يعني خمستاشر متر مكعب أو نقول it's fifteen m power three برضو ديت اختصار متر مكعب متر مكعب in volume في الحجم add two and two اما طبعا ندي اوامر عملية حسابية اضف اتنين لاتنين مثلا to plus two equals four طبعا الحاجات دي كلها هناخدها بالتفصيل وهنقول معناها وهنقدم طبعا زي العادة كلمتها في الاول وطبعا نقول we'll be able to discriminate numbers هنفرق الارقام الناس اللي بتطلق بعض الارقام اللي تمتهي بتي واي وتين وبرضو هناخد وتأكيد على how to tell time وازا نتكلم نقول الوقت بالساعة يعني قراءة الساعة and describing daily describing daily routine والنظام اليومي ازاي هنوصفه فيه في زمان present symbol مدرع بسيط how to follow and write a set of instructions وازاي هنكتب طبعا التعليمات بنستخدم ايه ال structure بتاع التعليمات طبعا نبدأ بقى as usual with new vocabulary بالكلمات الجديدة اول كلمة عندنا اللي هو title بتاعنا measurements measurements معناها ايه بقى طبعا ال verb ال verb منها to measure measure يعني يقيس to measure يعني يقيس measurement اللي هو قياس measurement قياس ايجا ما عندكو measurements اللي هي قياسات ويدي طبعا the action هي عملية of measuring something يعني عملية قياس شيء ما for example مثال طبعا زي ما نقول a meter is a measurement used for measuring things a meter وخلي بيكم كلمة meter دي المتر ديت ممكن تكتب بالer او re صح الاتنين صح طبعا دي بريتش ودي امريكان هتلاقوها هتلاقوها طبعا اخر حرفين ممكن er او re الاتنين صح يبقى meter يعني المتر is a measurement used يعني قياس لاستخدام واحدة قياس الاشياء المتر طبعا نيجي بقى area طبعا احنا عارفين طول عمرنا ان area معناها منطق النهاردة طبعا من ايه عشان احنا طبعا درس يعني mathematical شوية يعني حساب شوية area هنا هناخدها معناها مساحة area معناها مساحة زي طبعا the extent or measurement of a surface or piece of land extent or measurement اللي هو قياس او امتداد مساحة او قطعة من الارض بنقول مساحة الارض دي كزا for example the islands the islands islands يعني الجزر cover a total area of 50 square килومتر يبقى the island الجزر cover يعني تغطي مساحة 50 square килومتر يعني 50 كيلومتر كي ام طبعا احنا خدنا الابريفييشنز قبل كده كي ام مخسر كيلومتر square يعني مربع يبقى this is the area نيجي بقى كلمة برضو زي area على مستوى area كده volume مش volume لان في طلبة كتير بتغطي تقول volume لا هي volume volume معناها الحجم volume معناها الحجم اللي هو الحيز او الفراغ اللي بتشغله المادة دي بنقول عليها طبعا volume وطبعا الحجم بيقص بال cubic meter او cubic kilometer cubic يعني متر مكعب كيوبيك يعني مكعب وانا اخدها الوقت يعني the total volume يعني الحجم الاجمالي of this box للسندوق ده وطبعا ايه بتبقى طبعا حاجات مجسمة او سلاسية او ربعات الابعاد فبنقسها طبعا بال cubic meter يعني المتر المكعب مش بالarea طب van ايوه في فرع عندنا زي ما شوفونا على يمين الشاشة في طبعا في van وفي لوري لوري طبعا احنا عارفين لوري يعني الشاحنة شاحنة كبيرة اما van بقى تختلف اللي هي الصورة قدام حضاركو دي تعالشاشة اللي هي دي طبعا شاحنة صغيرة بسندوق كده شاحنة صغيرة van وطبعا دي a medium sized vehicle يعني متوسطة او صغيرة الحجم with a boxy shape يعني شكلها بسندوقي كده and high roof used for transporting goods or passengers يعني بتستخدم في نقل goods goods اللي هي البضائع or passengers passengers يعني الركاب for example we drove a seven passenger van we drove a seven passenger van يعني احنا بنقود شاحنة طبعا سبع راكب يعني ممكن الفان دي تنقل بضائع او passenger زي ما قلنا طب cubic meter قدمناها cubic meter وزي ما شوف شايفين ممكن نكتبها m power 3 زي ما شايفين كده اللي جاي من cube cube معناها مكعب وطبعا احنا هناخد الاشكال الهندسية اللي عندنا هنعرضها في شريحة خاصة الوقت هتشوفوها حضركم اللي هو طبعا cubic meter هو معناها متر مكعب زي unit زي unit يعني وحدة قياس الحجم يبقى cubic meter هي وحدة قياس الحجم اوكي انا عزكم تحفظوها من 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 ناحية اللغة من ناحية اللغة وممكن نستفيد طبعا حسابيا ازا ما اقول this basin يعني الحض basin يعني الحض contains 15,000 cubic meters of water this basin يعني الحض يحتوي على 15,000 cubic meters of water يعني 15,000 متر من المية يبقى دي cubic meter يعني متر بس مع الناس بتقول المتر مكعب وليس مربع طيب طب المربع بقى سكوير برافو يبقى عايزكم تفرقوا من سكوير meter متر مربع وكيوبك كيوبك يعني مكعب طب زي من شافين صورته كده عندكم تيب مجر اللي هو شريط القياس او ممكن نقول عليه measuring tape عشان ما تشوفوها يعني هي هي نفس طرح tape measure او a measuring tape طيب it's a flexible ruler used to measure size or distance it's a flexible ruler يعني زي مصطرة كده او متر مارين كده بيستخدم to measure size or distance يعني القياس size اللي هو المأسات or distance المسافات for example a technician يعني عامل فني اي عامل فني should have tape measure زي مثلا carpenter or plumber or whoever يعني اي عامل فني لازم بيقى معه طبعا الشريط ده لانه بيستخدمه في شغله يبقى اسمه يبقى ايوه tape measure tape measure very good اوكي اه كلمة تانية كلكم عارفين طبعا انا متأكل هي shelf 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 اللي هو ايوه rough rough اللي بنحط عليه الحاجة بتاعتنا سواء كتب او اي شيء a flat piece of wood يعني piece يعني قطع flat يعني مستوية من الخشب or other rigid material rigid معناها صلب يعني مادة صلبة rigid material يعني اي مادة صلبة attached to a wall بتبقى طبعا معلقة في الحائط to provide a surface for the storage عشان بتمدنا طبعا سطحة كده عشان نخزن في حاجة نحط عليه حاجة or display display زي العرض مثلا of object ليه الاشياء for example مثال when I say he took a book from the shelf he took a book from a shelf يعني هو اخد اخد بوك كتاب من على shelf shelf يعني ايوه الرف very good يبقى الكلمة دي اسمها shelf اوكي a cabinet a cabinet كامل طبعا اللي هو خزانة او دولاب اللي بنشوفه كده في بعض فيه كثير من المصالح الحكومية ممكن عندنا بنحط فيه مسان وراء هي هو عبارة عن a cupboard cupboard يعني دولاب مش cupboard عشان ده خطأ شعب دولاب معناها cupboard cupboard مش cupboard a cupboard with shelves or drawers يعني دولاب كده يعني عليه ارفف لسه اخلين shelves جامع shelf shelves برضو جامع shelf بالف المفرد بالف الجامع بتاع الف تتقلي بves يبقى shelf shelves or drawers يعني ادراج دولاب فيه ارفف و ادراج for storing or displaying articles علشان نخزن فيها او نعرض الارتكال هذه الاشياء زي ما نقول مثلا she looked in the medicine cabinet and found some aspirin she looked يعني القت نظرة كده على medicine cabinet يعني دولاب اللي فيه الادوية and found some aspirin وجدت بعض الاسبرين طيب tool board tool board كده يعني احنا ما نروح مثلا عندي ميكانيك ميكانيك مثلا نصلح السيارة وكده بالله عنده tool board اللي هي لوحة المعيدات اللوحة اللي هو اللوحة المعيدات او الادوات tool board is used for hanging or displaying tools بتسلم for hanging يعني تعليق or displaying او عرض tools اللي هي الادوات طيب نجي بقى بعض structure يعني بعض التركيبات اللي هات بنا في الدرس دوت وطبعا كلها معظمة خاصة بالmath mathematical وابعاد وخاصة بالمساحة زي number one كده sorry number one هنرجع شريحة دي the total volume in these boxes is 15 cubic meters the total volume يعني المساحة الكلية لthese boxes يعني الكاراتين او السندق دي is 15 cubic meters يعني 15 متر ايه بقى احنا عايزين طبعا عرضنا في الكلمات دي هل مربع ولا مكعب طبعا very good cubic سمع ناس بتقول مكعب but the van is 2 by 2 by 3 meters احنا ممكن نوصف برضو الحجم بالطريقة دي يعني the van يعني الشاحنة is 2 يعني 2 في 2 في 3 متر بنقولها طبعا في اللغة بتاعتنا دي برضو اما نوصف الحجم بعنا كده ايه that's 12 cubic meters in volume that's 12 cubic meters in volume يعني 12 كيلو متر حجمها في الحجم طبعا 12 متر في الحجم طبعا ازاي بقى زي ما قلت لحرككم في البداية how to read large numbers how to read large numbers وطبعا هنا برضو معنا الارقام ازاي نقرأ الارقام الكبيرة والارقام اللي فيها علامة عشرية بالزاد لعني في ناس كتير ما بتعرفش تقرأ الارقام اللي فيها علامة عشرية بالانجلش اا نشوف كده الرقم دوت how to read ممكن يكتب بالطريقة دي او طريقة تانية نشوفها الوقتي طبعا نقرأ طبعا لو هو بالعرب طبعا 4653 بالانجلش بقى تمال بالانجلش برضو 6653 ايه كبير 600 بنقول 4000 لاني 1000 معناها 1000 يبقى 4000 4000 600 لاني واحدة بعد الالف اللي هي المئات اللي هي 600 and باكرة العشرات والأحد and 53 يعني اللغة الانجلشية بتقرأ الرقام من الكبير للصغير يبقى 4653 4653 طيب ممكن الرقم ده يجي لك بالطرقة دي بدل على ما عشاء كده نجي بايه بالبوينت يعني بتتقرأ كده قراءة مختصرة 4.653 4.653 اوكي طيب نيجي بقى نقرأ الرقم دوت يعني مثلا لو قلنا بالارابيك هتبقى 1 و 1 من 100 تتقرأ ازاي بقى يبقى 1.1 يعني هو 1 على ما عشاء ته البوينت 1.01 1 1.01 بطرقة تانية وبنسمعها كتير يعني اكتر اللغة بنسمعها كتير اللي هي 1.01 بيقولها 0 يبقى 1.01 يبقى 1 1 من 100 طيب ننتقل بقى بردو هناخد النهارده بس مش هناخد طبعا كل الشيبس دي عندنا بتاع 4 او 5 الشيبس اشكال هندسية جيوميتريك يعني هندسية جيوميتريك يعني اشكال هندسية الشكل ده او الشكل طبعا ايه ده بقى ايوه فكرونا ده طبعا ده الكيوب اللي احنا قلناه كيوب يعني مكعب كيوب الكيوب معناها مكعب طب الشكل ده ده بقى الناس اللي شطرة بقى في الهندسة كده من غير من من طلع الاسم بتاعها او معناها ايوه ده بقى ايه ايوه متوازي مستطيلات معناها بالانجلش متوازي مستطيلات اللي هو اريكتانجلر بريزم اريكتانجلر بريزم ريكتانجل معناه مستطيل بس ما نقول اريكتانجلر بريزم يعني متوازي مستطيلات طبعا كنا عارفين ده ده استوانة الاستوانة بالانجلش معناها اه سيلندر اجين اسيلندر الدائرة طبعا اه اللي هي كلكم عارفينها وفي عندنا اللي هو المربع دي بقى أنا عايزكم تحفظوا الخمس أشكال دي تاخدوا كده تاخدوا صورة كده للخمس أشكال دي وتحفظهم كويس عندنا طبعا النهاردة هناخد بعد التركيبات جمل how to say ازاي نقول dimensions ازاي نقول dimensions يعني الأبعاد وطبعا هناخد كزا جملة كتير جدا بحيث أنتوا تحفظوهم وكمان هناخد الانستركشن ازاي نقول تعليمات بس المرة دي كانت طبعا اللي جات لكم وعندنا في الكتاب في القطعة التكست واللي طبعا كان بيتكلم بيقول تعليمات هعملها في الماضي فهنشوف برضو ازاي نقول تعليمات وهناخد برضو الجمل في الماضي طبعا احنا عايزين قياسات او ابعاد الفان مثلا اما نقول زا فان يعني شاحنة يعني ايه يعني حجمها اتنين في باي هنا معناها في تو باي تو اتنين في اتنين باي ثري في تلات امتر ممكن تقلبي طريقة تانية اوكي the volume of the van is 12 cubic meters the volume of the van is 12 cubic meters طبعا ده حجم لأن ايسين الطول في العرض في الارتفاع الطول اللي هو length العرض يعني width الارتفاع اللي هو height يبقى عثم نكلام الحجم we multiply the length by the width by the height اوكي طريقة التالتة ما نقول برضو volume الحجم the van is 12 cubic meters in volume the van is 12 cubic meters in volume يعني الشاحنة اه حجمها اتناشر اه متر ده معناه ان that's a volume of 12 cubic meters ذات volume برضو للطريقة الرابعة لذكر الحجم ذات volume of 12 cubic meters. اوكي. اه let's turn برضو في اه ازاي نقول الابعاد dimension. اه وطبعا كل الجمل اه اللي عندنا ملاحظين اللي بنستخدم is لانه كلها ماشي. the door is one by two meters. يعني الباب is one by two meters. طيب احنا نقول one by two meters دوت هل هو ك square meter ولا cubic meter. اه برافو لاني ده طبعا الطول في العرض بس. يعني the lengths by width طبعا ده طول في عرض هيبقى المساحة. المساحة يعني متر مكاب يبقى square meters. اه يبقى the door is one by two meters. طيب. نيجي بقى للتول بورد اللي هي الصورة التانية. يعني لوحة الادوات. نقول the tool board the tool board is three by two meters. the tool board يعني لوحة الادوات مساحتها two by three by two meters. اوكي. نشوف تاني حاجات تانية نقول المساحة بتاعتها. what is this? برافو انا سمع الناس يقولوا. كلك وقلتوا it's a ruler. اوكي. تعالوا شو بقى مساحة رولر دي. the ruler is five hundred by fifteen by three millimeters. five hundred by fifteen by three millimeters. يعني طبعا هي اكيد تبقى رولر مجسمة لان دي ليه حجم. اكيد هي رولر يعني مصطرة مجسمة. لان هي طبعا دي قياس الحجم بتاعها. يبقى ده الحجم بتاعها. اه خمسمية. five hundred by يعني خمسمية فيه. fifteen by يعني فيه. ثلاثة مليمتر مليمتر بقى. والمليمتر اختصاره زي ما احنا عارفين. ايوا برافو. سمع الناس كلها بتقول اختصار مليمتر ايه. very good. ام ام. ام ام. طبع ده ايبا احنا قلنا طبعا اسمه الرف اللي هو. ايوا. very good the shelf. very good. the shelf is eight hundred by three hundred by twenty millimeters. the shelf is eight hundred by three hundred by twenty millimeters. ده طبعا الحجم الشلف. الشلف يعني الرف. what is this طبعا? this is the box. the box اللي هو السندوق. is four hundred by قراءته بقى. هذو تلتمية في ربا ومية في متين طول في العرض في الارتفاع. طبعا دهن ازبيل volume يعني الحجم. the box is four hundred by three hundred by two hundred مليمتر. اوكي. يبقى this is the box. وطبعا ده اه الدولاب بتاع اه الاوراق او الفايلز. اه. the cabinet is four hundred. يعني الدولاب حجمه is four hundred by three hundred by six hundred مليمتر. يبقى ده الحجم بتاع cabinet. cabinet يعني الدولاب. طيب. نيجي بقى برضو اه في الدرس ده هناخد mathematical symbols and operations. mathematical symbols يعني رموز الحسابية. وبعد العملية الحسابية. sums برضو معناها او problems. سعد بنقول problem او sums. يعني حسابات اه اه المسائل الحسابية. ماشي. اه ورموز الحسابية. ده مثلا اد. اد اول طبعا مسألة او اه اه عمليات حسابية يقولك اد يعني اضف. وطبعا علامة اضف يعني اجمع. وعلامة الجمع طبعا اللي هو اه علامة الجمع اللي هو بلاس. بلاس طبعا معناها تو اد. يعني فايف بلاس فايف از تن. فايف بلاس فايف از تن. يعني خمسة زائد خمسة از تن يعني عشرة. اكي. اه فيها عندنا سابتراكت. سابتراكت. عمليه حسابية تانية اللي هو سابتراكت اللي هو ايوه برافو طرح. الطرح. وعلامة الطرح السيمبل بتاع الطرح اللي هو اللي هو مينس. مينس يعني ناقص زي ما اقولك بالعربي ناقص. يعني 20 مينس 4 is 16. 20 مينس 4 is 16. يعني زي ما شوف كده عشرين نقصة 4 16. تعال ازاي. 20 مينس مينس اللي هي علامة الطرح. 4 is 16. وطبعا اي بقى الارقام اللي من 12 بقى الحد تسعتاشر. اه بين 13 تسعتاشر. فاخرية تين تين. احنا قلناها مميز بقى اللي هي الارقام اللي هي في العشرات. والارقام اللي هي في اللي هي مثلا يعني هنا العشرات 13 14 15. ماشي. اللي بين 13 وتسعتاشر. فاخرية تين تين. يعني 13 13 14 14 15 15 16 17 18 19. اما بقى عشرين تلاتين اربعين خمسين كده العشرات ديت. طبعا في الاخر تي واي. تي واي. يعني 20 30 40 50 60 70 80 90. اوكي. فلازم عشان الناس بتلغبط بين الارقام اللي في العشرات. وحداء 13 14 اه الارقام دي. طيب. اه. بعد كده عندي لها ملتبلاي. ملتبلاي يعني اضرب. ملتبلاي. اضرب. يعني ما نقول مسجل من ملتبليكيشن الضرب. اه. ممكن نتقال باي. تتقال باي بتكزة طريقة. يعني ممكن نتقل باي او تايمز. باي او تايمز. يعني ممكن العملية دي ستة في تسعة اربعة وخمسة دي تقالي زي باي. واحدة واحدة معي ركزوا. سكس تايمز. ناين از فيفتي فور. او ممكن نقول سكس باي. ناين از فيفتي فور. دي طريقة ودي طريقة الاثنين صح. اوكي. طب ديفايد. ديفايد طبعا انت عرفتوها من الرمز اللي هو اسم او اقسم. يعني ما اقول مسلا اه. ام. اه. باي سكس تي ديفايد باي. اه. عفوا. اه. عندنا هنا طبعا عندنا اكسامبلز. اه. امسلة ل. الفانكشنز. للصامز بعض العمليات الحسابية دي. اما يقول لها بس هيك طبعا عندكم في الكتاب على صغير ديالوج. انا طبعا احنا انا قسمت الديالوج بحيث اللي احنا ناخد كابل كل زوج من الجمل كده عشان نفهمها واحدة واحدة. اوكي? اه 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 ايوة قلنا بقى الاعلامة العشاء تقال ازاي? عفوا. اه 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 point fifteen. قلنا من عشرة لعمل عشاء تقال point. very good. and thirty point ten. يعني اضف يعني اجمة. قلنا طبعا اجمة او اضف. fifteen point fifteen and thirty point ten. تتقال بقى ازاي? بتطرق اتانية. fifteen. اوكي? fifteen point fifteen plus thirty point ten is forty five twenty five. اوكي? يبقى ديبقى. fifteen point fifteen plus thirty point ten. اوكي? ايقوالز ممكن نقول از او يعني اساوي از. forty,百, and forty five point twenty five. اوكي? يبقى يبقى. ديبقى از از از. ا الأزاي SHA the first one. يعني اطرح الناتج طبعا والناتج كان عندنا 45.25 من 90 يعني 90 يبقى تقال زيبقى طالما طرح هنقاي هنستخدم عملية الطرح اللي اعلمت الطرح اللي هي يبقى 90 90 minus 45.25 is 44.75 اللي عمل هي 90 minus عملت minus 45.25 دي إز ممكن على إز أو إيقوال إز أو إيقوال يساوي يعني 44.75 أوكي الثالث now multiply 44.75 by 2 multiply يعني أيوة يعني نضرب نضرب الرقم ده من الرقم by 2 من 2 نضربه في 2 يبقى تتقال بقى إزاي أيوة أيوة بايبي برافو يبقى 44.75 times في times أو ممكن نقول multiply it by دي ممكن عليها time اللي يعني اضرب فيه عالمة الدرب times 2 يساوي يساوي أو is is 89.50 أوكي and divide that by 5 divide that by 5 يعني 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 إسم إسم ما كلم ده كله على 5 يبقى 89 89.5 أيوة طبعا دي علامة مفروض division division نجي بقى للgrammar أو هو structure structure اللي عندنا grammar هو طبعا ده new structure هنتكلم عليه في dimension طلاب الأعزاء دي كانت بعض طبعا قبل من نطلع فاصل دي كانت بعض الكلمات الخاصة بالعملات الحسابية وهنرجع إن شاء الله مع حضراتكم ونكمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر